في ظل موجة غلاء الأسعار التي يشهد العالم وبالأخص في الخضروات يمكننا الاعتماد على الزراعة الانزلية وزراعة بعض الخضروات كالطماطم والفلفل والباذينجان وغيرها وفي نفس الوقت أكل محصول عضوي خالي من المواد الكيموية عن طريق التسميد فقط بالأسمدة العضوية وأيضا لأننا سنزرع بذور غير معدلة وراتيا بين يدي الآن بذور البقدونس خلف العبوة التي بها البذور نجد هذه الحروف الثلاثة ومعناها أن البذور وكما قلت غير معدلة وراتيا بكل سهولة أسيس أو وعاء 14 سنتيمتر به تربة خفيفة جيدة الصرف نروي جيدا بالماء نحن الآن في فصل الخريف والجو معتدل لأن الخضروات الورقية عموما تحتاج للجو المعتدل نزرع كذلك آخر الشتاء وفي فصل الربيع نوزع البذور هكذا يعني متباعدة فيما بينها البقدونس سهل جدا مقارنة مع زراعة الكزبرة والكرفس نغطي البذور بطبقة خفيفة من التربة أخيرا نغطي الوعاء بكيس لضمان الرطوبة الكافية في التربة حتى نضمن الإنبات ثم نضع الوعاء في مكان بإضاءة قوية دون الحاجة لشمس مباشرة ليبدأ الإنبات بعد أربعة حتى ستة أيام والآن وبعد مرور 15 يوما من زراعة البذرة ما شاء الله الشتلات تنمو بشكل سليم وأوراق خضراء سليمة وأكيد أن الجدور تخرج من الفتحات الموجودة أسفل الوعاء وهذا دليل على تكون مجموع جدري قوي ما شاء الله الآن أصدقائي سأقوم بتقسيم وتفصيص الشتلات أي تفريدها ووضع كل شتلة بمفردها بالطريقة التي تشاهدون أثناء هذه العملية أصدقائي نحاول ما أمكن الحفاظ على سلامة الجدور إذن كما تشاهدون نأخذ كل شتلة لوحدها أي نضع كل شتلة بمفردها إذن أصدقائي للزراعة سنستعمل خليط مناسب تربة طينية تربة رملية وكمبوست نباتي هذا الخليط تجتمع فيه كل الصفات التي تمكننا من زراعة البقدونس بشكل جيد أي يحتوي على المادة العضوية وأيضا تتوفر فيه ميزة التصريف والتهوية متابعين الكرام سأزرع فقط في هذا الوعاء لأن هذا الفيديو تعليمي وهدفي هو شرح مبسط لطريقة الزراعة طبعا أنتم حاولوا الزراعة في أحواض أكبر لأنه كلما كان الحوض كبيرا كانت النتائج أفضل وأكيد الزراعة في الأرض كما تشاهدون في هذه اللقطات يبقى الأفضل المهم فحب الزراعة يجعلنا نزرع في كل الظروف نبدأ الآن في نقل الشتلات للوعاء بالنسبة للسماد أضع شاي الكمبوست مرة كل 15 يوما أو استعملوا مباشرة الكمبوست الذي رأينا طريقة عمل في البيت من مخلفات المطبخ من قشر الفواكه وقشور الخضروات أوراق الشجر كذلك قشر البيض والأوراق يعني أوراق الشجر الجافة وغيرها وتشاهدون الآن أنها بدأت في التحلل عموما يمكنك مشاهدة الطريقة على قناة بذرة الري معتدل أكبر عدو للبقدونس هو كثرة الماء الوعاء نضعه في مكان تصله الشمس مباشرة قد تلاحظ نمو بعض النباتات الطفيلية تخلص منها لأنها تنافس البقدونس على الماء والغذاء الفرق الآن واضح ما شاء الله عمرها الآن أكثر من شهر الجميل في نبات البقدونس هو أنه بعد حصاد الأوراق وقطفها تنمو من جديد نقص من الأسفل بهذه الطريقة يعني قريبا من التربة ونتجنب القطع من قمة الساق نتجنب كذلك يعني نتف الورقة إن صحى التعبير ونستمر في مدها بسماد عضوي مرة كل شهر وبهذا نضمن محصول عضوي صحي خالي من المواد الكيموية يتجدد أو تتجدد زراعة البقدونس كل سنتان في الجو المعتدل هذا أصدقائي نبات الكرفس إذا كنت تحب تنزيل حلقة خاصة عن طريقة زراعته أعلق بنعم وسأشارك معكم الحلقة أصدقائي هذه الحلقة مدتها تقريبا خمسة دقائق لكن إعدادها تطلب منذ زراعة البذرة شهر ونصف أحيانا ننتظر حتى ستة أشهر عند زراعة محصول آخر ونلخص الستة أشهر في ستة دقائق أكيد هذا مجهود ننتظر من خلاله دعمكم لنا لنستمر وأكيد بدون جمهور بذرة الذي يحبها لن نستمر ادعمونا جزاكم الله خيرا مع تحيات أخوكم توفيق إلى اللقاء اشتركوا في القناة